حول الفحوصات التي تم أخذها يوم أمس لكافة المخالطين للإصابة للمواطن المصاب فادي عبده من مدينة طول كرم سينضم وإيان عبر خط الهاتف الدكتور عبد الفتاح الدركة مدير مدريات صحة طول كرم ليطلعنا على نتائج هذه الفحوصات سعدت صباحاً دكتور عبد الفتاح صباحاً خير إليك ولكل المجتمعين يعني يعطيكم الفعافي أول شيء وخلينا نحكي عن نتائج الفحوصات التي تم أخذها يوم أمس لكافة المخالطين المصابة فادي عبده من ضحية التح في طول كرم يعني أحب أن أطمن المواطنين جميعاً في المحافظة وكلهم أنه يعني بعد برود حالي مصابة في ضحية التح استنقرت كل رواقبنا الصحية لاتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة للحد من الإصابات والانتشار وقد كمنا بأخذ عينات المخالطين الحلقة الأقرب للمواطنين والحمد لله وصلني الخبر الساعة الخامس الصباحاً أن جميع النتائج للمخالطين هي سالبة ولا توجد أي إصابة جديدة في محافظة طول كرم وكما أهيب بالمواطنين في الوقت نفسه خاصة في ضحية التح الالتزام للناس المخالطين بالحجر الصحي في المنازل لمدة 14 يوم وذلك للتأكد من سلامتهم بشكل قطعي وبشكل نهائي بإذن الله كما أهيب بالمواطنين والجهات المؤسسات الأخرى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بتعليمات عطوفة محافظة طول كرم حيث أن هذه الإجراءات تتم من أجل محاصرة هذا الوباء وفي محافظة الحبيبة حتى أنها تبقى تتمتع بالصحة والعافية جميع تمام يعني دكتور عبد الفتاح الدرك شكرا لك على هذه الأخبار الجميلة الصباحية المطمئنة لكافة أهالي محافظة طول كرم بأن جميع الفحوصات المأخوذة يوم أمس جميعها سالبة بما فيها جميع المخالطين للمريض المصاب خلينا نحكي أكثر عن حالة المصابة كيف رح يتم التعامل معها كيف رح يكون الحجر الصحي عليه بالتحديد كون هو المصاب لغاية الآن في محافظة طول كرم هناك تساؤلات هناك تخبط بين المواطنين بين أهالي مدينة طول كرم كيف رح يكون حالته الصحية كيف رح تكون المتابعة من قبل الوزارة وكافة المؤسسات الصحية لحالة المصابة هذه نحن لا بدناك الأسماء بس نحن المصاب من اللحظات الأولى نحن قمنا بفحصه والإثمانات عليه وقمنا بوضعه في مركز العزل الصحي الذي أنشأناه قصصا لهذه الغاية وهو في مستشفى الهداء في قسم الجراحة وضع المريض مستقف لا يعاني من أي أعراض مطلقا ونتمنى له الشفاء وطبعا يتابع من قبلنا مباشرة في طبيب متواجد معه على مدار الساعة ومحصاته مستنظر ومتكرره وكل شيء عنده جيد ونتمنى أنه يكتسب الشفاء الدام ويرجع سالم لأهله بإذن الله إن شاء الله كل الشكر لدكتور عبد الفتاح الدرك مدين مدرية صحة طول كرم على هاي الأنباء الصباحية المطمئنة لكافة أهالي محافظة طول كرم حول نتائج الفخوصات المأخوذة أمس بأنها جميعا سالبة بما فيها جميع المخالطين للمريض المصاب محمى الله شعبنا ووطننا من كل شر